موسيقى عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها في وادي موسى تحسبا لحدوث احتجاجات على عدم التزام التجار المتورطين في قضية البيع الآجل بالوفاء بالتزاماتهم نحو المواطنين التي تقدر مطالباتهم بملايين الدنانير المزيد في التقرير التالي احتياطات أمنية شهدتها مدينة وادي موسى خوفا من نشوب أي تظاهرات احتجاجية كرد فعل من المواطنين المتضررين من قضية البيع الآجل وحفاظا على الممتلكات العامة من أي عبث التجار الذين اعطيت لهم عشرات الفرص لتصويب أوضاعهم وتزديد ما بذمتهم من أموال عن طريق لجنة إدارة الأزمات أو بصفة عشائرية لم يلتزم منهم أحد بالإيفاء بموعد أو جدول واضح ومحدد لسداد مستحقات المتضررين خمس سنين فيه سكوت من الدولة الدولة فيها عندها إشي يعني أنه سكوت من الدولة الدولة ليس ساكتة على الموضوع هذا أنت شايف أنه فيه واحد قاعد بيكتب شكات بشكل يومي ما يقارب الميتين ثلاثميت شك أو ميت شك أو خمسين شك معنات أنت الدولة وراء الإشي هذا بنعاني في هالبلد من مشاكل كثيرة أولها مشاكل السياحة يعني السياحة تعبانة جدا الشغلة الثانية موضوع بيع الأجل دمر البلد بشكل عام دمر المحلات التجارية الصناعية بشكل عام يعني كل بيت كل إنسان بوادي موسى نضر من الموضوع هذا الأموال المستحقة للمواطنين بموجب شكات بنكية تقدر بأكثر من سبعين مليون دينار لم يسدد منها سوى بضعة آلاف عن طريق أحد التجار الشهر الماضي الناس وثقت فيهم لأن البنك أعطاهم شكات وللإشي هذا كل البلد اشتغلت معاهم أخذوا المساري وخلال فترة خمس سنوات وهم بيشتغلوا آخر فترة جاءت وقذبت عليهم وصارها ثلاث شهور وهي اليوم بكرة اليوم بكرة بنصرف القروش التخوف بلغ حده من تأخر سداد الأموال المترتبة على التجار بسبب عدم وجود مؤشرات تبين نية التجار الإفاء بوعود قطعوها على أنفسهم من قبل ولعدم وجود تدخل واضح من الحكومة لضمان مستحقات المواطنين من الضياع ترجمة نانسي قنقر